بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بحلول عيد المبعث النبوي الشريف المبارك لنبينا محمد صلى الله عليه وآله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتمل فرحتنا إن شاء الله لظهور الإمام المهدي المنتظر عليه السلام لمن لديه طفل أو لديه ولد من أولاده استفحل فيه الكسل وعدم حب الدراسة وكذلك قلة الفهم استفحل فيه هذا الأمر فهنأك فائدة وطريقة لعلاج هذا الاستفحال في مسألة الكسل وعدم حب الدراسة وعدم الفهم يقول لا سمح الله غبيا لدرجة كبيرة ماذا تفعل كما يقول علماؤنا الأعلام تقرأ على ماء طاهر أربعة عشر مرة اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اهدع عشر مرة ثم تصلي على محمد وآل محمد أربعة عشر مرة ثم يشرب الماء هذا الطفل أو هذا الولد وإن كان طفلا صغيرا لا يريد أن يشرب يجوز لأبيه أو أمه أو شخص آخر يقوم بهذا الفعل ويشرب هذا الماء وسبحان الله وكأن الفعل قد قام به الطفل وشرب الماء فهي القضية كزيارة الإنابة فلان لا يأتي إلى الزيارة وأنت تزور عنه زيارة الإنابة فكأنما قزار هو لا يريد أن يشرب يمكنك أن تشرب وتدعو الله له بهذه الطريقة وإذا به كأنه قد شرب الماء هو هذه الطريقة مجربة جدا جدا وتأتي بنتائج محمودة كررها لأكثر من مرة على الأقل من خمسة إلى سبع مرات برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام